اهلا بكم فتاة مطبخ الله ومصلي وسلم على سيدنا محمد هنعمل مع بعض المعمول التحفة جدا دي دي كاتسادة والتانية دي محشوة بالعجوة طبعا ممكن تحشي ملبن تحشي اي حشوة انت حباها طريقته حلوة جدا وسهل جدا جدا ما ارمش من برة وخطير جدا من جوة شوفوا العجوة ملياة وحلوة اوي 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 يلا بينا نشوف عملناها ازاي معايا هنا ربع كيلو من الدقيق وربع كيلو من الدقيق السامولينة او دقيق البسبوسة او السميل لازم يكون ناعم جدا زي الدقيق ونص كوباية من السكر لو حطتي دقيق البسبوسة خشن شوية هيقرمش معاك ومش هيكون حلو معلقة كبير معلقة صغيرة مليانة من المحلب ممكن تحطي ميت ورد معلقة نص معلقة صغيرة آآ بيكنج باودر ورشها من الملح وهقلب كل المواد الجافة دي مع بعض وهنزل عليهم بكوباية من السمنة ما تكونش سخنة وما تكونش ساعة يعني تكون آآ آآ مش دافية يعني مزبوطة وهقلب كل ده مع بعضه هتلاقي الخليط بتاعك كده دم على بعضه هنزل بقى عليه بنص كوباية من الحليب نفس الكوباية اللي استعملتها في كل المقادير وهزود عليهم كمان تلات معالق كبار من الزيت آآ مقديرنا سهلة لو آآ ممكن المقدير لو مش عارفة ربع وربع ربع كيلو دقيق يعني كوبايتين من الدقيق وكوباية ونص من آآ دقيق البسبوسة هنا القوام بتاعها لقيته ناعم شوية فزودت رشة كده من الدقيق طبعا هيختلف معانا من نوع دقيق لنوع دقيق تاني خلاص هي هنا بقت مزبوطة هدوس عليها كده ما تتشققش ولا اي حاجة كده خلاص هي تمام بدخلها تبغطيها ودخلها التلاجة كده ساعتين بس انا آآ سبتها اكتر من كده الحقيقة اتشغلت عنها وسبتها اكتر من ساعتين في التلاجة هجيز الحشوة بتاعتي دي طمر عادي من اللي احنا بنفطر به في رمضان طمر عجوة خدتوا كده على النار بشوية مية ومعلقة كبيرة من السمنة وحتى اقلب فيهم لحد ما بقوا طراي كده معي هرش عليهم رشة من السمسم وطبعا دي اختياري ورشة من القرفة رشة القرفة دي هي اللي هتدينا الطعم المزبوط زي المعمول اللي بنجيبه جاز بالزبط هفضل كده اعجن فيهم لحد ما العجوة بتاعتي آآ تبقى طرية واخدها كده واعمل كور على قد حجم المعمول اللي انا عايزة بعد ما خلاص ما طلعت من التلاجة زي ما قلت لكم انا سبتها اكتر من ساعتين فامسكت اوي فكل كورة كده هاخدها عشان اعملها همسكها كده بايدي واعجن فيها شوي عشان تضطر معي انتي لتتحكمي في حجم المعمول بتاعك واخد كده واحد ده وافردها وحط جواها كورة المعمول طبعا لو عندك القطع البلاستيك بتاعي المعمول بتعملي فيها لكن انا ما عنديش فهوليكم آآ المكنة اللي شكلت بيها واقولك كمان في الفيديو ازاي حفزت عالشكل عشان يطلع آآ الشكل معي مظبوط وما راحش في التسوية طبعا لو في عجين زيادة عادي بنشيله كده ونكمل عندي بقى آآ المكنة دي بتختاري اي شكل انتي عايزاه اوليك بس طريق التركيبة لان في ناس كتير او ابتعبش اتركبها انا كنت منهم يعني قد كل ما اجي اعمل واحدة الوش يقع فلقيت انها لها قفل بتحط الوش كده وتشد الافل على جوه فتقفل معاك على الوش ما يقعش منك كل شوية وسهلة جدا بقى ما بتاخدش وقت زي الدواير المعمول اللي كنا بنعمل بها زمان انا معايا طبق اينا بندي عشان اول ما لقيها بتلزة اخد كده المكنة واغطسها في الدقيقة يعني حاجة بسيطة وابتدي اكمل بها آآ التشكيل بتاعي هعمل بقى كل الكور بتاعتي كده لقيت كورة صغيرة ممكن تشيلها عادي وتزود لها دقيقة كورة كبيرة اه تعملي بسوا هنا لقيتها ضخمة شوية يعني مش هتستوي معايا بشكل حلو فاخد كده شيل منها حتت عجينة وهي اقفل تاني مفيش اي مشاكل خالص اه لو قبلتك الحاجة دي يعني ماردش اشيلها في المونتاج قلت لأ عشان لو حصل معاكم وخلوا عيالكم يساعدكم هيحبوا الموضوع جدا بكون بقى مشغلة الشوية من فوق لحد ما الوش يحمر عشان تحافظ على الشكل بتاعها وبعدين هشغل الفرن بتاعي من تحت او تشغل الاتنان مع بعض بس تخلي بالك عشان الوش ما يتحرقش معاك اه يطلع هتلاقيه طاري كده وتحس انه مستويش اصلا لكن اه بيبقى مستوي حلو بتحط بتشغل الفرن من تحت عدرجة حرارة ميتين وعشرين بتسبيه ابرد هتلاقيه يمسك في بعضه وبقى بسكوتة اه مقرمشة وحلوة جدا لكن ما تحركوش هو طاري يارب يعجبكم المعاون